على فكرة في ظل النظام ما بيعمل الهيلمان اللي انت شايفه برة ده واليوفط ويبدو وكأنه سابق للأبد عايزة أقولك معلومة حصرية في هذا البرنامج تلاتة من كبار الإعلاميين في البلاد بيبحثوا باستماتة على الهروب في هذا التوقيت اتنين قدموا على تأشيرة في دولتين أوروبيتين مصر اللي حسابة العسكر محوطاهم كده اتنين إعلاميين وواحد رئيس تحرير كبار الكبار مش هزود عن كده منهم واحد خرج لأمريكا مرات واخوه وابنه ومرات ابنه وفتح شرك بعشر تلاف انتظارا للحظة الهروب القصة مش من التلاتة دي الفوزير والحزرات أنا بس بقولك تلاتة من الكبار اتنين إعلاميين كبار الإعلاميين واحد رئيس تحرير كبار الصف الأول واللي هم ايه تشوفوا هو بيتكلم مدافع بتاعه وهم أكتر ناس عارفين انه هذا النظام مجرم زي مرتدى كده أول ما تزنى في الزاوية بالفيديو بتاع سيطر اللي ضربته بالشب شب قال لك هتقتلوني ولا هتلفؤولي قضية فهلاء يعلمون وقول لك مطلع عيلته كلها في أمريكا منهم الواحد ده نجح في تمرير عيلته كلها الأمريكا وعمل شركة وعمل قصة لعله ينفذ من أي خرم والثلاثة العسكر حطينهم تحت جزمتهم ما قادرين يخرجوا من باب المطار جزمتهم ya اشتركوا في القناة